مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا ليسي لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذا الجنس الرقم 8 من أسئلة العربة قبل ما نبدأوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس بشوصلكم الجديد وأي اقتراح القناة أو أي ملاحظة خليونا تعليق ديالكم نبدأوا على بركاته الله مني ما يكون حتى مشكل هذا الجديد يبقى دائما مطفي جواب واحد كيف يعمل مني كنوضع المفتاح كونتاك جواب جوج كيف يعمل مني كيبدأ المحرك في الدوران جواب ثلاثة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم جوج هو ميك يلا كنطلع العربة دينا وكنوضع المفتاح كونتاك يلا كنوضعه قبل ما نوضعه كتكون لوحة القيادة كلها مطفية وكيف يعمل من البرجة المفتاح كونتاك عندما تضع الدرجة الأولى كيف يعمل البولات كاملين لديكم الحمراء الباتري الزيت المحرك زيت الفراميل الفرن دياليد يعني كلهم يعملونه في دقاءة واحدة و لكن يتفاوغ و لكن يتفاوغ و لكن يتفاوغ و تشاوغل عربة لديازيل يتفاوغ بولا ليمونية ذي لديازيل و لكن يتفاوغ بولة لديازيل لكن لديازيلة تطورها و ما اشغلت ببقى المحرك في الدورة و اصبح هذا الرمز قليلا و كانت ذكريتك سنتعر عندك مشكلة و كيف نذكرها في الأجزاء كاملين اللي كنت ذكروا هاد الدرس هذا رأى مهم بزاف يعني حاول ترجع من اللول باش تعرف كل حاجة شنو مشكل دياله سؤال واحد قلت كيف يبقى دائما ما تفرع هلا بقى دائما ما تفرع تأوال عندك مشكل يا إما الباتري ما اخذت باش اصلا باش يشعل لك هاد البولات يا إما ران ترامى عندك هاد الرمز رامى عندك تقدر الزيت ديال المحرك او الباتري او الزيت ديال الفراميل ما يبقى وليس لغي علمك تتوقف لك العربية تهدرها مشكل ولا السؤال تتقل كيف يبقى محرك في الدوران إذا بدأ المحرك في الدوران او قد تشبه لأو حمراء شعلة عندك مشكل كيف يبقى واحدة ليشعلة هي ديال الفرانية ديال اليد هي كاتتبطة وكاتتكمل طرق لك شكل جو صحيح هو رقم جوش إذا كنت قادر بالتقابل مخدامش هناك خطر أن مستعمل الطريق الآخرين يظنوا أني صاحب درجانرية نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيف هذا السؤال هو رقم واحد تبع معاه مزيام السؤال قالك إلا كنت غادي بدو تقابل إحنا دائما لم نقول لش بدو التقابل ونقول لدواء والتقابل جمع دواء والتقابل ولكننقول لدواء والتقابل هنا قالك إذا كنت غادي بدو يعني ماذا عندك بالقدام خطر لاس키 للأضوا Belgrade يعني نقول لدواء الجمع أضوا التقابل ولدوا والتقابل ولكن هنا قال لك إذا كنت قادم بضوء هناك واحد تقابل ما خدام واحد خدام واحد ما خدام ورشاء طبيعاتك اللي قدامك هتبع اللي غيبه ولوحدك يسحب لي انترى غير دراجة نارية ذلك شي باشكال الجواب صحيح هو رقم 1 عامة مني كنجر الجهاز الموجود على لي من ديال المقود كنشغل المنبه الصوتي جواب 1 المنبه الضوئي جواب جوج مساحات الزجاج جواب 3 جواب هذا السؤال هو رقم 3 لاحظة معي في هذا الجهاز جهاز التحكم وفي العربية لدينا المقود الذي يكون جهاز التحكم وعليه الدكليسر يكون جهاز التحكم جميع العربية بحل بحل لا يمكنك اختلاف بينهم على الدكليمين يكون مساحه وعليه الدكليسر الجهاز يكون يتحكم في الأضواء يعني يمكنهم إشارة ضوئيان يمكنهم التقابل الطريق والضبابة هذا هم يمكنهم استعماله لكن هنا لاحظة معي في هذا الجهاز التحكم هنا يوجد أرقام 1 الرمز اللي فوق منه يقصده بمساحات الزجاج كيف حالك من كيف يمكنك تحديد شئ سيكون التحكم من جميع الرمز الهاتف يقصده في الدرجة الأولى يعمل مده يعمل بمكتر يعمل بمكتر يعمل بمكتر بمكتر يعني العربات بحل بحل كتجرون عندك يخرجك الماء ايه يخرج الماء في الوقت يبدأ يمسح الرمز للغسالة هو الذي يدك ليمن لاح تشوف هذه الشريطات الماء هذه تسمى الغسالة والذي تسمى المساحة الزجاج هذا الشيء لكي نجواب صحيح هنا هو رقم ثلاثة الى الضواء والتوسخات بسبب الغبار او الواحل تصبح مرئية بصورة اقل جواب واحد كتتعرض للتلف بسرعة جواب جوج ما كتتبقاش كتتضوي بسرعة مزيانة جواب ثلاثة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم واحد ثلاثة هذا الضواء وهذا وقل كي لا تتوصخ لك بسبب الغبار او الواحل بحلال تشيله واقع لبل هاد العربة هذي يعني كتكون مرئية بصورة اقل يعني انت بخير تشللك الضوء التقابل لشانك نشعل الضوء التقابل باش نشوف ونتشاف هاد الشريكين ونشعل الضوء الوضع ليش باش يشوفوك العربة وانت بغتشوفوه كذلك الضوء التقابل هادك كنشوف ونتشاف لكن هاد هاد الغبار او الواحل رغت بالمرئية بصورة اقل يعني انا اللي غانبين شوفك العربة ديك ما غانبينش لي لان هذا شيء موستخفوق منه هذا الشيء طبيعي بنسبة الرقم ثلاثة ما كتبقاش كتضوي بصورة مزيانة هادك هادك الاسباس كامل من ذلك الفضاء اللي كانت تدولك عليه العربة ديك ما مقاش يدول لانه مدرق هادك الغبار والواحل ذلك شيء باش كالجواب صحيح واحد وثلاثة وضعت المفتاح كونتاك قبل ما نشغل المحرك الديمارول ننتظر حتى يدفع الضوء الجاذب رقم واحد جواب واحد رقم جوج جواب جوج رقم ثلاثة جواب ثلاثة جواب صحيح هو رقم جوج بعدين الله وضعت المفتاح كونتاك ما قلنا كيشعل الحمر كلهم بشيء عادي يعني هادك رقم واحد ديل باتريك يشعل هذاك رقم ثلاثة ديل فرانامان أو ديل زيت ديل الفراميل هوا كيشعل وكذلك كيشعلنا هذاك ديل زيت المحرك نقسم زيت المحرك يعني كيشعل بثلاثة بشكل عادي لكن انا وكيشعل معهم هاد رقم جوج اللي كيتسمت سخين اولي ديل زير يعني هادو كيشدو هادة تلذات البولات زائد هاد رقم جوج اللي هو الليموني ديل المازوت اما العربة ديل ليسانس ما كيشكون شفهم هادك انا ما كان ديماري تنوبيل ديالي حتى كيتفالي رقم جوج يعني تكيتفى اني بحالك نقوله تنوبيل سخنات شوية مع كيتفى كان ديماري انا إلا بقى شبولة شعلة من هادوك الحمر فانت عندك مشكلة في نظركم انا مولا يقدر يبقى شعر يبقى شعر رقم ثلاثة لان هذا ديال الفراميل ديال اليد وكذلك ديال نقصان من زيت الفراميل يبقى شعر يبقى شعر يبقى شعر لكن إلا تحركتك بطنوبة ويبقى شعر ستكون لديك مشكلة ديال الفراميل هبط فراميل بقيت غادي وخبط فراميل ويبقى شعر هناك سعر فانت عندك مشكلة بسيط الفراميل نقص لك بزر ما كيف كان جواب لدينا نصحيه هو رقم جوج كيشير من قياس الزيت على أني من الواجب نقص شوية من الزيت جواب واحد من الواجب نزيد الزيت جواب جوج يمكن اللي نكمل السير في هذه الحالة جواب ثلاثة الجواب صحيح هذا السؤال هو رقم ثلاثة بالنسبة لهنا هذا اللي شد هذا الزيت هذا اللي تسمى لاجوج يعني مقياس ديال الزيت هذا اللاجوج هذي يكون فيها واحد الشرطة التحت واحد الشرطة الفوق إلا كان الزيت بيناتهم أو تلشرطة الفوق فهو مزيان إلا هبط على الشرطة التانية اللي هو كنت تسمى لحد الأدنى فهو ممزيان هنا ما يبينش لكم الصورة مزيان لكنا تدققت فيها عد بنت لها دوك الشرطة التانية اللي كينا لكشي باش كنجوب عند النصح هنا هو رقم ثلاثة هذا الزيت هذا الزيت كيمكني نرد المستوى الصفر عداد الكيلومترات العام جواب واحد عداد الكيلومترات اليومي جواب جوش جواب صحيف هذا السؤال هو رقم جوش هذا الزيت في كين الفلاش هذا اللي بقينا مورر كين عليه بزاف هذا الكيلومترات الي كيكونوا في الوحة القيادة نقدر نردهم من الصفر لكن تبقى غذيبة غذيبة لا تكون تصل تصل الى 400 ألف كيلومتر وشحان ما وصلتها ما ترجعش من الزيروات حتى تموت هذا الموطور تلوحو يعني هذا ما يرجعش من السفر بالنسبة لكيانك يكون متحت منه واحد عدد كيلومترات يومي هذا ما نحن نحكموه فيه نقدروا نردوه من السفر باش يمحل البنكين نسلي كيبغو يصافروا ولا شي حاجات ما فيه ما يبقى يحسب ما حال ضربت من كيلومتر او ندير ناقص وشيكي ذلك الزيرو وميكي وصلت ما يقول وعش حال ضربتو صعب هذاك عدد كيلومترات اليومي ممكن احنا نردوه من السفر ولكن العدد كيلومترات اليومي ما عملك تقدر تردوه من السفر ذلك شي باش كان جواب صحيح هو رقم واحد في هذا الحالة مسموح زياد على دواب الطريق نستعمل دواب الدواب القدام نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح هذا السؤال هو رقم واحد بالنسبة لفهد الحالة نحن كنت عيش في ضربتو صحيح لكن بالان عدد ان نزيد على ضربتو وضربتو صحيح لا لديك شيئ ضربتو صحيح لا يمكنه تتقيق الصحص من قلب الطريق ونقوم بإدام لكنه يوجد من قلب الدواب 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 القدام لا تحيط لديك شيئ لكن يوجد ضربتو صحيح في هذه الحالة سوف تقول لي لماذا؟ لأنه يحجب الرؤية الضبابة الخلف سوف يكون لور العربات التي يكونون جيدين من أمورك رب حالة ضربتهم الضبابة من أنتقى ومن هم قدامك سوف يكون الضبابة الحمار جيدة بثاف و سوف يزعج العربات التي جيدين من أمورك في هذه الحالة لا نستطيع أن نفعلها في حالة الضبابة أو تلج أو الإعجاج لأن الأجواء لا يمتشون شيئا قدامنا لكي نفعل الضبابة الخلف لكي نفعل العربات التي يكونون جيدة لكي نفعلها رقم واحد لأن الضبابة القدام لا يمكن أن تزيده ليس مشكلة لكي نفعل الضبابة التقابل نضع علامة قدام الرمز رقم واحد جواب واحد رقم جوج جواب جوج رقم ثلاثة جواب ثلاثة جواب الصحيف هذه السؤال رقم ثلاثة نرى هذا الرموز كل واحد يوم لكي نصلح لكي نشغل الضبابة لتقابل وهذه ضروريات نوضع هذا العلامة عن العلامة التي تجلبها بحالة مثلات هي التي يتم تزيده اشتركوا في القناة يمكن أن يوجد الضغط الهوائي الذي كان صاحب استعماله على منصق في باب السيارة على العجلات في كتب تعليمات السائق جواب 3 الجواب صحيفة السؤال هو رقم 1 3 بالنسبة للضغط الهوائي الذي ينصح فيه يجب أن تجعل لقواه يجب أن تجعل لقواه في أن يكون المنسق من نحاس في الوقت المنسق في باب السيارة يجب أن تكتبوا فيه العجلات الأمامية ما هو الضغط الهواء تدير فيها؟ العجلات الخلفية هاش حال خصك تدير فيها كذلك يقولك إذا انت العربة ديالك تدرت فيها وحتق اللي هو زايد هاش حال خصك تدير فيها كذلك إذا شدت طريق سيار هاش حال خصك تدير فيها يعني اذا كشي كامل المعلومات يضعها لك في ذلك الملسق باب السيارة كذلك يكون في كتاب تعليمات السايق كتاب تعليمات السايق شو كيف يعطيه هنا؟ ميك تاخد العربة ديالك انت من اللامي زوين لك تشيرها جديدة كي عطيك واحد الكوتيب تعليمات السايق باش كتشوف هاد المعلومات كاملية نكشي باشكالجواب الدناس هنا هو رقم واحد وثلاثة